دعالوا نكتب المسألة اللي كانت عندنا في رقم اتنين كانت المسألة عندنا اتنين صحيح وستمية وسبعة من ألف كانت مضروبة في واحد واربعين صحيح أول حاجة هنعملها نقدر العدد هنقدر العدد من خلال أقرب عدد صحيح دي أو هنخليها من خلال أول رقم من اليسار تقدير العدد الأولاني هيبقى اتنين والتاني العدد التاني هيبقى تقديره أربعين طب لما نضرب اللي اتنين فاربعين الناتج هيكون كام؟ الناتج هيكون تمانين وعايز أقولك احنا بنستخدم الناتج التقديري ده علشان وحنا او لما نحسب الناتج الفعلي نقدر نحط العلامة العشرية دعالوا نستخدم الطريقة المعييرية علشان نجيب الناتج الفعلي دعالوا نشتجل مع بعض هنبدأ نضرب ونتجاهل وجود العلامة العشرية فهنضرب الأول الواحد الواحد في العدد ده كله بيدينا نفس العدد يعني هنكتب هنا 7 و 0 و 6 و 2 وبعد كده هنضرب الـ 4 لما نيجي نضرب الـ 4 هنحط 0 هنا ونبدأ نضرب 4 في 7 28 8 و معنا الـ 2 طبعا لما يكون عندنا 0 هنا ممكن ننزل الـ 2 على طول أو نقول الـ 4 في 0 في 0 والـ 2 اللي كانت معنا هي الـ 2 الـ 4 في 6 بـ 24 نكتب الـ 4 و معنا الـ 2 الـ 4 في 2 بـ 8 و 2 10 تعالوا نجمع علشان نجيب الناتج الفعلي السبعة تنزل أدي 7 0 زق 8 هي 8 6 زق 2 8 2 زق 4 6 وأدي 0 و أدي 1 بعد ما خلصنا الضرب تعالوا نحدد مكان العلامة العشرية في ناتج الضرب هنرجع للعوامل اللي احنا ضربناها العدد الأول كان فيه العلامة بعد 3 أرقام من اليمين والعدد الثاني اللي هو الـ 41 كان عدد صحيح ما فيهوش علامة عشرية يبقى العلامة العشرية في الناتج بعد 3 أرقام يعني العلامة العشرية هتكون هنا يبقى الناتج هيكون 106 صحيح و887 من ألف ولو رجعنا للعدد اللي قدرناه قبل ما نجمع اللي هو كان 80 اللي هو ده هنلاقي إن الجزء الصحيح في الناتج اللي هو 106 قريب من التأدير بتاعنا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن